موسيقى صيبة وسلم عليك افكرة موسيقى موسيقى ونحبك كثير داخل الستيديو مباشرة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا اسمي صبا أسامة عبدالوهاب في استضافة اليوم محمد بلولة داخل الاستيديو مباشرة ونحب أن نتعرف على جائزته لكي يكشف موفيبة الأطفال وهي جائزة كبرى ويعني أنا بشكر الأستاذ بلولة جدا جدا لأنه قدم لي جائزة وأنا أستاذ بلولة بشكره كثير بهذه الجائزة الجميلة واستضافته معنا اليوم يعني جميل جدا وسوف نتعرف على اسمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ومرحب وإهلا بك كيف أخبارك؟ كويس الحمد لله اسمك منه؟ محمد عثمان بلولة طيب كيف تكشف موفيبة الأطفال؟ أنا عملت جائزة للأطفال اسمي جائزة بلولة اللي ادعى الطفل وفي الجائزة اللي كنت أبحث عن الأطفال الموغوبين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية الانترنت الفيسبوك الانستجرام كل وسائل التواصل الاجتماعية فكل أهل بيكون عندهم موهبة بيرسلوا لي الموهبة بتاعت الضفل يعني ما شاء الله فأنتي مثلا كان عندك موهبات شانو بضع؟ كان عندي موهبات الرسم وكان عندي موهبات الإزاع وكان عندي موهبات كتيرة طيب اكتشفت موهبتك بتانتي أنا اكتشفتها يعني لما كنت ببدأ أرسم لما بديت أرسم يعني عرفت أنه أنا خلاص اتخطأت المرأة يعني اتخطأت أنه خلاص أنا بقيت أرسم وبقيت أعزيع و بأعمل أي حاجة يعني طيب عمرك كم سائتي؟ أنا عمره 6 سنة الموهبة بدت من عمرك كم؟ يعني قبل سنة أربع سنين من عمرك أربع سنوات بدت الموهبة صحي؟ طيب شايفة أنه كل يوم قعد تتقدم في الموهبة دي؟ اي والله بتقدم يعني لحد ما أبقى مزعوب أو أعمل أي حاجة يعني بتحب أكتر شي تتقدم برامج هنا؟ برامج الأطفال وبرامج عيد الأم وبرامج السلوك أي يعني أي برامج أنا بقدمها وبتكتب البرامج كله نفسك بتكتبيه؟ نعم أصدقائنا المشاهدين سوف نتعرف على صحبة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله اسمك مينو؟ جمال خالي إدريس أحمد ماما وبابا بتحبيبهم شديد؟ نعم بتصلي صلاة الصباح؟ بيصحوكوا يبدري للمدرسة والمدرسة يعني في الحصة لما تقعد كده ده بتتتفهم على الأستاذة يعني بتعملي وبتقري كيف قرأتك؟ خطك؟ خطي؟ خطي جميل جدا يعني شكرا لك لإستضاقتك هنا اليوم مع داخل الستيديو الأستاذة ساري عبد الرحمن العوط حمري كيفك؟ طيبة؟ أنت بتحبي ماما وبابا؟ نعم أه بتقول لما تصلي بتقول لهم شين في الدعاء قول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياكا العبد الرحيم ياكا نستهي هلو صواتي؟ أهدين الصراط المستغيم الصراط الذين ألعبت عليهم غير المغدوم عليهم ولا تزالي آمين صدق الله الله أحسنتي طيبة أنت في المدرسة يعني أنت تأخلى روضة ولا مدرسة؟ مدرسة طيبة كيف يعني بتنتبهي في الحصة؟ مم يعني يعني أستاستك بتنتبهي للحصة وبتخطك كيف خطك؟ هلو طمام اليوم نحن استضافتنا اليوم مع سارة عبد الرحمن ومحمد البلولة ونشكرك كثير لأنه كنتي هنا في الاستوديو داخله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم اليوم الحافل واليوم الجميل ويوم يعني حافل جدا جدا أتمنى يعني أصدقاء أن يكونوا هنا وأيضا نستضيف يعني نستضيف ناس جدد مباشرة عن الهواء من السماعة هنتصل عليهم هنتصل بأول واحدة هي جوجو جوجو جمال يعني عندها موهبة عندها قدرات عندها أشياء كثيرة يعني هي بتعرفها جدا هلو السلام عليكم وعليكم السلام يا جوجو كيف تمام كويسا الحمد لله ده نعرف إتي يعني استضافتك في الموهبة عندك موهبة؟ نعم اه موهبة تكشروه؟ السعر اه ما شاء الله يعني شعرك يعني شعرك يعني شعرك مش كنت أقول ليه شعر؟ نعم يلا ومع موهبة تكشروه؟ نعم يعني استضافتك معنا كانت جميلة شكراً لك على استضافتك هنا معنا مباشرةً عبر الستيديو على الهواء ببرنامج بلولة يلا يعني أصدقائنا المشاهدين كانت استضافة جميلة من يعني الأصدقاء هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء في هذه النشرة نبدأ بالنشرة المحلية وصل محمد بلولة إلى الخرطوم فازت صبا بجائزة محمد بلولة بدأ العام الدراسي موسيقى نقسم البرنامج مع موهبة جديدة الموهبة الصباب من الكراكلة أمرها ست سنوات وتجيد جداً فن للإلقاء والتقديم والإذاعة والآن كنا معاها في برنامج ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق ونشوفها في المستقبل إعلامية ذات هدف وإعلامية تهدف لنشر الوعي والثقافة في المجتمع نشكرك على الإستضافة دي وأنا سعيد أن أكون معاك لو عندك أي خاتمة تلتين بيها عندي يعني بشكر البلولة يعني استضافته كانت جميلة هنا داخل الإستديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر